يعني كلام الحلو الجميع بتاع الزمان يقول لك إيه ده اللعيب ده صفقة انت خباية كان اللي داخل يرشح نفسه كان يحط إيده على العيب ويتفق معاه ويقوم داخل بيه يبقى هو الصفقة اللي انت خباية لو فيه لعيب أنا بتكلم معك في الود يعني في كرة القدم يعني كرة القدم مش محتاجة تنشانة ومحتاجة تكالب ومحتاجة العصبية دي كلها محتاجة حب ومحتاجة تنظيم وإدارة وكلام جميل لو فيه لعيب كابتن أحمد سليمان نفسه دلوقتي يتفاوض معاه ويجيبه النادي الزماني مين اللعيب ده رقم واحد لو المركز محتاج أنا محتاج مركز معين مليش ضعب يعني لا إزاي بس سأل أنا عايز اسم لعيب عايز اسم لعيب كابتن أحمد سليمان ييجي على دماغه دلوقتي اللعيب ده لأ أنا عايز أجيبه نادي السليمان مين اللعيب ده كنت الزمان هجيبه ومس محصليش نصيب مين رمضان صبح إزاي فيه فترة وقد كنا قبل ما النادي الأهل أيده في المتاحب الأولمبي واتفقتي معاه ومحمد سمير الباكلفت بتاع الزمالك بتاع الجيش كان موجود معاه في الغرفة أه أحمد سمير أه كانوا موجودين في المتاحب الأولمبي أيام كابتن حسام البادر لأ أنا عارف أحمد سمير الكلام ده أنت بتكلم على المنتاحب الأولمبي الأولمبي المنتاحب الأولمبي كان لسه رمضان اللي فيه مصطفى فتحي واللي فيه رمي ربيعة واللي فيه صالح جمع فكان اتفاقتي مع أحمد سمير إنه وعب مع رمضان الصبح في غرفة اللبس يقعدوا معاه في قدران تعرف العباس عادت المدير الفندي تقول لها تحب بعض مين فقلت له وعب معاه لأنه كنت تعرف إنه ما كانش يجدد عاده في النادي الأهل أه فحصل حوار بيننا عن طريق زوئيا عن طريق أحمد سمير واتفقنا إنه تاني يوم نلتقي عشان نخلص الموضوع بعد ناية المواصر للأسف يعني الموضوع تعرف بالزاد في ليل تاني يوم مسؤول النادي رحوا وخلصوا الموضوع فكان عنده ميول إنه ويجي الزمال أه بروح الأهل جمال أب حميد النجمي بتاعنا كان في الأهل وجي الزمال كان مدعنا مسؤوليتك أنا بقول أنا أولش حاجة بتجد رمضان كان عايز يروح الزمالك لا كان في الفترة دي ما كانش فيه اللي تجديد عاده في الفترة دي ما كانش عاده مجدد ويامل عيبها ده شيء ورد في الاحتراف أه طبعاً أنا كان عادي فري فيه لعيبة استغلت وعودها فريها وراحت يعني وعندنا في ليلة الزمالك مثال لكن الصفقة الأقوى نتكلف الصفقة الأقوى أستاذ مهيب أن الزمالك رقم واحد يجدد لعيبته أنا في حد بعتلي بيقولي فيه لعيب تاني انت قعدت معي إيه أنا؟ أه أنا بقولش لعيب أنا اللعيب ما بجيه وبدأخش معي كل اللعيبة أنا عن تحيلة بتاع 2014 كنت اللعيب ما بشوفهوش غير داخل النادي حلو أنت فيه لعيب تاني قعدت معي مين اللعيب ده؟ لعيب تاني قعدت معي أه أنت عايز تجيبه الزمالك زمان؟ أه أه زمان لا ده فيه أسماء كتير لا مين؟ لا والله أقول خلاص بقى رمضان صبحي تمام أنا معاش معا أيو ماش حصل اتصال وبعد المعاش لعيب ده بقى أنت قعدت معا إيه؟ أنت قلت رمضان عن طريق أحمد سمير أه لكن مين بقى اللعيب اللي أنت قعدت معا هو لسه باللعب اللي بطل بيه لحب طب طب خلاص بقى مين؟ خلاص باش عزيني حراج آه لازم أكسن بلا أنا معا أقول لعيب ما دخليش نزة مالك ولعيب اتفقتي معاها وأقول لك التصوير التصوير ده كان توصيك لعاد اللعيب نعم